يعني دك إحاء بالحاجات بالضبط قعدت قال لي حضم شنطتك حضرت شنطتك يلا نمشي رحنا هناك قال لي في الصالة قال لي رايح ما تعملش حاجة ابدأ ربط نفسك بدأت ربط ابدأ سخن خفيف سخنت خفيف أعلى 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 غد ما سخنت بك خلاص ورصلك بقى ان انت خلاص تهيأت لكل الحاجة بالضبط يلا بدأت قال لي ما تخش أول ماتش ما تحاولش ترمى على طول لو امشي على البساط حس البساط ده وجهك بقى زي الرجل الآلي بالضبط كذا فحس بالبساط حس امشي على البساط لف حوالين البساط كده ده الماتش الأخراني بتاع فاين فاهمني بدأت أخش رميت التاني ماتش تالت بالطريقة دي وكنت أنا بصراحة عشان انت مهم قوي ان انت تصدق المدرب بتاعك مهم قوي ان انت تصق فيه لا وابقى صطف في بودك ما هو بص تمالي في الجودو اللي بارة شاف أكتر من اللي جوه طبعا فاللي بارة بيوجهك أكتر يعني بس طيب احنا لسه معنا حكايات كتيرة قوي ان شاء الله لما حققت لما وصلت لوس أنجلوس وزا ما بقولك انت اتمرنتي مكناش بنشوفك والكلام ده كله وانت اللي قلت بتحكيه لي على المدير الفني اللي هو كان متوليك هل لو المدرب مصري كانش فرق معك زي ما فرق معك المدرب الياباني ما اعرفش بس هو كان هو اصلا المدرب ده اصلا كان مع شيرل من ايام اول من خمسة وسبعين يعني وانا لسه صغير هو كان معايا فاهمني اه وهو اللي كان بيوجهني وهو فادني كتير في بعض الحركات يعني انت ودك الباور اللي انك كنت تبقى قوي يعني مم فاهمني فهو معرفش اذا كان المدرب يعني حتى الكابتن ياحا فضل الله برضا كان ليه طريقة شغلك كويسة الكابتن حلمي مسلا كان ليه طريقة لكن يا ماموتو دول اساس اللعبة بالزبط كان مموتو ما فاهم كل الباقي اللي بيدور حواليا مش مجرد بس مدرب طب مدرب واب واخ وحياتك الخارجية كمانا اه بالزبط يعني قلمك حاجات كتيرة ايه طب ايه تا لما عدت في اليابان قد ايه بوس اكتر مرة عدت فيها ثلاثة او اربعة شهور لكن كان مرة رحت اليابان كتير جدا لا انا بتكلم على قبل البطورة قبل اللوسانجوز ثلاث شهور ثلاث شهور طب بتعودت ازيه على الاكل الياباني ده اكل يعني ايه مثلا قلب التونة ولا ايه حاجة مني بقى ساعة ده التونة مثلا وما كمان روز عندهم كروز مسلوق اه من زي عندنا بقى اكله كله صحي بالزبط اه بتاخد مثلا الفراخ ممكن بس الفراخ مش مشوية ممكن الفراخ بنيه اه طبعا السوشي والساشومي وال اتعودت عالسوشي اه طبعا دلوقتي انا بحبه الزمان مكنتش بحبه اه طبعا يعني نيف 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 كله لا لا بص السوشي الياباني غير السوشي اللي موجود في مصر اه اه لا احنا ده كويتش اللي عندنا لا هنا حاجة وديك حاجة هنا كويتش لكن انا ما بحب باكل السوشي في مصر بخلي مراتي اللي تعملوه اه مراتك واستاذة في اللي اه اه بس لازم اجيب سمك حي سمك طازك جدا وتعمل بطريقة معينة هنقض بقى نتكلم فيها طيب اه بعد ما حققت اه حلق الحلم بتاعك وحققت فيه المدياليا الفضية وكان سهل جدا انك تحقق فيه المدياليا الزهبية كده المدرب قبل المباراة وقال لك التكتيك والتيكنيك بتاع اللعب اللي انت هتلاعبه وقال لك ان اللاعب ده عنده هنا فيه اصابة في رجله اه ما عرفش الشمال ولا اليمين قال لك اصابة وقال لك اللعب على الحتة دي علشان خاطر تكسب ايه اللي ظهر في ذهنك او انت فكرت في ايه وانت داخل على المباراة بص اقول لك حاجة هو الفكرة قبل كده يعني هو يا موتو ما قاليش ان انت اللعب على رجله ويا موتو قال لي الموتش ده بتاعك وتصرف فيه او استغل ضعب لكن فيه حد تاني قال لي اللعب على رجله فيه حد تاني اه فيه حد قال لي لازب تلعب على رجله ولازب تكسبه ده من الجهاز معك ولا لا ايه اه 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 انا قالت له قال له مش حدل بلى يا رجله لا حتلعب بعد رجله لا مش حتلعب بعد رجله وفي الاخر قال لي ورح شوف في الاخر قال لي اعمل اتم عايزو ده ماتشك وفكر كل ماتشات اللي فاتت هو اللي بيفكر لي. اه. لكن الماتش ده انت اللي فكر فيه. اعتبد على نفسك بقى. اه. قلت له انا مش حالة بقى يا رجلو يعني. اه. فاهمني. بس فا قال لي شوف اللي انت عايش تعملوهم. خلاص بقى ده بقى قرارك انت. فاهمني. فانا لعبت انا المفروض يا ماشت عنده اطعف الروباط الصليمي. الصليمي. الروباط الصليمي الخارجي. بالزبط كده. اه. اه. فهو مش قادر يمشي على رجبه. فانا الراجل ده اصلا بالنسبة لي ده ده المسهل الاعلى. عقونة بتاعتك. بالزبط. ده كل واحد فينا اللعيب بوزنة ايلي. عن مستهل العالم بيعتبر ان ده الهيرو بتاعه. اه طبعا. ده المسهل الاعلى. طبعا. اه احنا كلنا تمنى ان احنا نكون مكان الراجل ده. مكان الراجل. وانا بالنسبة لي في بداية الماتشات في اول يوم الماتشات. اول اول ما بدأنا شفته. قبل ما نخش حتى نسخن. تسلم عليها وقالي جود لك. واتمنى ان احنا نلعب الماتش النهي مع بعض. فانت واخده بالنسبة لك ماتشك الاعلى. وانا في قرارة نفسي انا لو وصلت الماتش الفاينال لا حلعبه. وحاول اكسبه. ده جواك بقى. اه. لانك ات لو هو كسبك شي طبيعي. حمص ده بطل عالم. لكن لو انت كسبته هو ده اللي مش طبيعي. اه بالزبط كذا. فانا كنت بحاول ان انا حلعب واكسب. اه. وعاوز اكسب يعني. اه. لكن كون ان هو حصل الدروب ده وان هو اترمى في الماتش السيمي فاينال. وعرفت ان هو عنده قطع في الرقبة. والله يا كابت المصافة انا ما فكرتش. طب انا حامل ايه في الماتش ده. ده كان كل اللي بدير في ذهنك. اه. على طول. على طول. انت عارف. قدامك ربعي ساعة تلت ساعة بتفكر بالطريقة. في الاخر اخدت القرار ده انا مش هلعب على رجله. كان سهل انت لعب على رجله. اه سهل. اه. من حقي. اه. وبعدين انا بلعب يمين وشمال. اه. اليمين يعني هلعب على رقبته. او فيه حرقات زي الساواي. زي حرقات اللعبة بالاجل دي. خلص على الماتش. ممكن خلص. او بابسط الامور انت تجرجره. يبقى الماتش باز. الماتش بقى شكل وحش. انت صعب عليك يبقى باطل العالم يحصل في كده. بالزابط كده. وبعدين اه. انا ما كنتش اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. انا كل اللي عملته ده من جوايا وحاجات شخصية. لكن سبحانه ربنا ان هو بيعوضك عن حاجات دي. ما هشوف. انا كنت لسه بقول في التقديمة. بقول العمل عبادة. انت اعمل عليك وسيب رزقك يا ربنا. لان مش العبادة هياخد اوما هيدو لك الرزق ده ربنا سبحانه وتعالى. والله يا كابت المصافة. انا لغاية النهاردة وقتنا هذا. انا بمستفيد من اللي انا عملته. انت هنا بقى ما انا بس عاوز اتوقف عند الحتة دي. انت لما بتقولي الكلام ده. الواحد جسمه وساعات بيقاشعر والله. ما فيش حد بفكر كده. يعني انت جيت في لحظة من اللحظات. وعندك البديل انك بدل ما تاخد فضية هتاخد دهب. والدهب ده ايه بقى حلم تاني. العالم كله وتبضل في التاريخ ما تسطر. بس انا بشوف اللي انت عملته ده ده سطر اسمك في التاريخ اكتر من الدهب. بزآب. يعني اقولك حاجة. لو انت جمعت الناس اللي اخدو ده فلوس انج素 مش مش هتايع بعرفه. ولا جمعت الناس اللي اخدو فضله. حتي الناس ما بتكلم معايا. وما بقوليش ان انت اخدت فضله فلوس انجز. وبقولك انت خدت الفير personeيز. طبعا. الفيرurat اخدتها. ونناس ما بتتكلم معاك بتقولك انت الفيرляются. وفي احترام من العالم كله. يعني اقولك حاجة يعني انا اقصى حاجة حصلتلي واكتر حاجة حصلتلي. يوما رحت عملي للعملية في اليابان. دي برضو هتكلم عليها انا مش عايز اتكلمك عليها بس يعني هي دي من الحاجات يعني الاسهار فيها جامد يعني ان شوفت ربنا قد ايه ايه انت عملت حاجة فربنا بيجزيك عليها كتير قوي يعني انت لو خدت الدهب ولا حد كان خلاص خلاص اخد دهب وممكن تكون عملت حاجة مش كويسة واليابانين اصلا مش حي خلاص اتدربت الراجل بتاعهم اه خلاص على كده يا اخي سبحان الله ربنا بيدي للنيات بيدي على قد النيات انت بتفكر في ايه وجات لك فرصة وتستغلها بس هالفرصة دي اللي جات لك انت هتستغلها صح ولا غلط انت عملت اللي يرضي ضميرك ويرضي ربنا وانت انت مصير مش مخير نعم ربنا سيارك ان انت تعمل الحكاة دي فانت عملتها ربنا بقى بيجافأك ان انت اعايز اقول لك انا بعد ما رجعت اليابان بعد الواقع دي اليابان من ازمارة فتحك يعني فتحك ان انا بروح اطمارن زي زيهم انا ماينفعش انا بقى على البساط مثلا واقول لي لا بتعالى ما الجيش دي اللحزة اللي هي اه دي السلام المدالية يعني السلام المدالية برضو بنت واقف هنا على المنصة بتاعت التتويج مافكرتش قلت في نفسك كده كان زمان انا اللي واقف كده اطلاقنا الله اه حتى اللحزة اللي هو كان بيطلع فانا بسنده عشان يطلع ياخد المدالية دي فيه صورة كده ان انا بسنده ويطلع ياخد ياخد المدالية الدهب اه فيه الصورة دي جات جات في الجراد اليابانية وقال لك رشوان بيسلم مدالية الدهب ليماشطة يعني فاهمي او بيساعده انه يطلع ياخد المنصة ياخد المدالية الدهب بتاعته يعني انا ولا فكرتش فيها فكرتش نهائي يعني عشت ازاي الفترة دي وانت موجود في لوس انجلوس وانت محقق الانجال ده انا لعبت اخر واحد فما لحققتش عامل حاجة انا اخر واحد لعبت في البعثة المصرية اه تاني يوم كان فيه الاختتام الدورة تاني يوم كلنا سافرنا نجعنا مع بعض انت لما بتقولي الوقتي اتخذت قرار في لحظة من لحظات انك مش هتلعب على رجله وهلعب اللي هو فير بلاي او بمعنى صح زي ما بولي انت بترضي ضميرك بس برضو دهب ما هتدهب دي برضو حاجة بش محيينك انا مصير مش مخير فانا ما اعملت كده بعد كده بقى يعني انا بعد كده يمكن لو انا خدت الدهب ما كنتش اليابان ساعدتني زي ما انا بعد كده خدت بطولات خلي بالك قبل لوس انجرس وبعد لوس انجرس التاني انا بعد لوس انجرس خدت مديلات كتيرة او خدت بطولات كتيرة او نعلت نعلة تاني لان انا بدأت عيش تقريبا شبه ان انا عايش في اليابان انا في اليابان اروح اتمرن واطلع على بطولات وارجع اليابان وروح اتمرن وارجع اليابان يعني معسكرات كلها كانت في اليابان البطولات باسمه مصر. اه باسم مصر. اه بعض الناس قولك ده بقى ياباني خلال. لا 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 لا. انا كان معسكرات كلها في اليابان. لكن اروح مسلا. يعني انا مسلا من ضمن البطولات طلعت من 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 اليابان. روحت مصر هنا. عدت يوم وطلعت على دوزندورف. لعبت طولي تعالنا معسكاري. خدت اتنين دهب ورجعت التاني. عدت يوم ورجعت اليابان. هي دي الصورة انت. اه ايو بالضبط. هي دي الصورة. شوف اله احنا والله الرياضة اخلاق يا جماعة. الرياضة اخلاق كل. ده انا عدمت. انا عدمت. يعني وانت حتى طالع المنصة كده من ديمتش قلت ليه بس ما انا كنت زماني انا في الوقف الوقفة ديت وانا اللي باخد المنديل يدها. لا 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 والله قابل يعني غد دلوقتي انا مش ندمان يعني. يعني حتى التلفزيون ياباني كان بتكلمني. طب انت مش ندمان لع طب انت لو رجعت بك القصة. طول ما يا جماعة ده مبدأ. ده حاجة انا عملتها. ما انفعش المبادئ ما بتتغير. ولا بتتجزى يعني. هتقولنا الصورة دي تانية يا شباب لو سمحتوا. عشان نقول للسادة المشاهدين نقول للعالم كله ان الاخلاق انتصرت على الدهب. فعلا الاخلاق انتصرت على الدهب. مهما مهما حقق دهب لكن الاخلاق هي فيه وكل الشي والاخلاق هي اللي باقية. طيب في المؤتمر الصحفي انطلع حصل ايه? في المؤتمر الصحفي ناس بتقول يعني ناس بتسألك بتقولك انت مساوك عالي. بتقولك بتعمليه بتتمرن ازاي. طريك تتمرن ازاي. في واحد ياباني قال لي انت كنت تعرف ان يا ماشطة مصابة طلقة. قال لي بتعرف ازاي طلقة عشان انا احنا في قدو التسخين واحدة هو قاعد هنا وانا قاعد هنا. واحنا انا شايف التلج والكريمات والبندجات بتتربط وشايف. اعم. قال لي طب انت مش حركتك هراي جوشي. مين ده اسم الحركة اللي انا بتاع. اسمها حركة ايه? هراي جوشي. هراي جوشي. هراي جوشي اللي ايه بتخش على رجل دي. على رجل السامتر. اه يعني انا. ايه. اللي هي دي بتخش ترمي منها. اه. فبتوله اه قال لي طب ما دخلتش لي. وبتوله ما لها من دينة وانا اخلاي. قال عم واحد مصاب. بس. فلاقيت الناس كلها واقفت السقفات لي. وخلاص يعني. الله يكريم. بالنسبة لي. ورجعت القرى الاولمبية والناس بركات لي. ورجعنا مصر. وبعد كده بقى حصل كتير حاجات كتير بعد كده بقى. طيب. احنا معنا كابتن عاطف كامل لعب الجود والسابق. اه ده كمعاية في لوسانجرس. اه. كان بلعب وزر 95 كيلو زينا. هنشوف عاطف هيقولك ايه ونرجع نكمل كلام. ان شاء الله.